اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعمل فنجان قهوة اشربوا برها بالحديقة ما شاء الله تبارك الرحمن صار الجو بجنن صار خرج اعداد بالحديقة حتى رغم يعني اني هلأ مسلا عم بعمل قهوتي انا هلأ بعد صلاة الظهر وعادي اني بطلع وابقعد بالحديقة بس طبعا ما بقعد بالشمس فبيكون الجو كتير حلو فمتما شوفت يا صبايا قلته خليني جهل صحن المعمول واعمل الاهوة واطلع وابقعد اشربه بالحديقة فحبيت شارككم شوي بأجواء ريفية عن جد يا صبايا إذا بقلكن حياتي قلبت 180 درجة من وقت اللي جيت علينا اللي هلأ بتصدقوني يعني أنا بعمري ما عاشت ببيت فيه حديقة أو بيت فيه جنانة ومسلا أني أطلع عود برا يعني البيت اللي قبل هك ممكن فيه بلكونة يعني أني أطلع عود على البلكونة بس كمان البلكونة كانت على شارع رئيسي فما كتير يعني كنا ناخد راحتنا وإلا طول عمري كنت ساكنة بشاء فهلأ مو مصدقة هيك على هاي الأجواء يعني عن جد أجواء كلها غريبة وجديدة علي بس إذا بقلكم ما أنا مستمتعة كتير حلوة هدو الأجواء رغم إنه الحديقة لسه عندي مو مجهزة لسه مثلا المحل اللي بقعد فيه مو كامل بس مثل ما قلت لكم يا صبايا إنه عن جد ما عاد عندي صبر لحتى هيك نجهز أمور الحديقة هون هلأ هيك عملت قهوتي وطلعت وطبعا لازم نقطف الوردات مع القهوة بتعرفوا كل يوم وبقطف الوردات بعدين بفوت لجوة وبعمل القهوة اليوم بالعكس عملت قهوتي جوة وطلعت لبرة قلت لحتى هيك شارككم تقطيف الورد ما شاء الله عن جد بيجننوا متري لأني إنه أنا هاد الشي كله جديدة علي فعن جد كتير هيك مبسوطة ومستمتعة فيهم فمثل ما شفت يا صبايا هيك حطيت القهوة وقطفت الوردات ويا السلام على عن جد الأجواء بتجنن يعني ما بدي لكم إنه بارد بس هيك تجيكي نسمات بردة ونفس الوقت فيه شمس وهيك هدوء عن جد هيك بتحسوا حياة الريف شقد بتختلف عن حياة المدينة يعني هون عن جد الهدوء اللي عنا مو طبيعي يعني نادرا ما تشوفي حدا ماشي نادرا ما تشوفي حدا بالسيارة خاصة الناس الصبح يعني سواء الطلاب ولا مثلا الناس يعني حوالينا الجيران اللي بيطلع على دوامه اللي بيروح على مدرسته وما بيرجعوا لبعض العصر يعني بتلاقوا في حركة عندي شوي الصبح وبعض العصر وإلا ما إنهار عن جد يعني أكيد يعني سمعانين الأصوات بالفيديو ما في غيرك أصوات الهواء وزقزقت العصفير حبيت ترك أصوات اللي واضحة بالفيديو بدون ما اجتمع حتى هيك بس تستمتع معاي بالأجواء وتتخيلوا كمية الهدوء يلي عنا هون بالريف ما شو الله تبارك إذا حمنا عن جد أجواء بترد الروح وهلأ هون هيك شربنا القهوة وتحلينا وتسلينا واستمتعنا بالأجواء صار لازم تشوفوا حياة الريف نظامي مثل ما بيقولوا تعالوا شوفوني وأنا عبقطف ورق العناب عن جد يعني أنا ما بتخيل حالي أصلا إذا بقلكن هاي أول مرة بعمري كلها بقطف ورق العناب فعن جد هاي أول مرة أصلا إذا ملاحظين أني بلشت قطف ورق العناب بالمقاص بعدين اكتشفت أنه ورق العناب بيتقطف بالإيد ما بالدمقاص إنه مجرد تحركوا الورق اللي تحت فهي بتنقطف معاكن فعن جد مثل ما قلت لكم لأني أول مرة فما عندي خبرة بهدول الأشياء مثل ما قلت لكم أنا عندي دوالي هون بالبيت أو بالأحرى هي مكان بيت يعني هي كانت مثل مزرعة عاملين أصحاب البيت وزرعين فيها كل أنواع الأشجار المسمرة والدوالي والليمون وبعدين إنه خلاص بدون يأجروا فنحنا جينا سكننا فيها وتعالوا شوفوا حياتي الريفية الجديدة عن جد كل شي غريب علي وكل شي جديد علي وماني متعودة على هدول الأشياء فيعني عب جرب معاكن صراحة تقدر شي بساوي وبصوره وإلا هو كله إنه أول مرة بشوفه وأول مرة بجربه يعني مثلا مثل الدوالي أول ما شفتهم إنه مثلا فيه الورق منه صغير منه كبير فسألت قالوا لي إيه إنه فعلا لازم تقطفي ما إنه تخلي لصغيرة حتى تكبر لإنه الكبيرة رح تصير كتير قاسية عشان هيك قلت لازم صير قطف من رغم إنه كلهم مشأشقة يعني 3-4 مشأشقة فمعرفت ليش كمان هي سألت عنا فقالوا لي إنه على الأغلب لما كان اليبرق صغير نزلت مطار وشان هيك إنه بتكون الورقة صغيرة وطرية لما بتجي المطار بتتشأشق الورقة وفعلا هذا الشي صار يعني مثل ما شفتوا يا صبايا تقريبا من 10 تيام أجيت لعنا أمطار ما شاء الله وبرد وعواصف وايك فعالأغلب تشقق ورق العناب من هيك ما بعرف يمكن هذا السبب ما قلت لكم إنه أنا ما عندي خبرة بس قلت بدي أطفهم يعني وأعملي فيهم طبخة يالنجي بس بعد ما أطفتهم هيك شفت الكمية ما كتير كبيرة قلت خليهم هيك يتجمعوا ويصيروا كمية كبيرة بعدين رح إنه جربهم بيالنجي يعني ما رح خاطر فيهم وأعمل يبرق نحجرب هيك الورق اللي أطفتوا وأعمل فيه يالنجي بس عن جد إذا بقلكن إنه هدل الأجواء مو حلوين حلوين هلأ هي طبعا حياة المدينة بتختلف عن حياة الريف وإنه بشكل عام حتى الحياة هون باليوناني بتختلف عن حياتي قبل سواء بتركيا أو قبل يعني هيك كتير بتختلف يعني أنا بعمري قلت لكم هاي أول مرة بعمري أني مثلا بقطف هيك يبرق أول مرة بعمري بزراع بصل أخضر أول مرة بعمري بقطف نانا يعني أنا ماني متعودة على دول الأشياء ولا يعني أنا إذا كان عندي زريعة هيك بالبيت يلا أعرف اهتم فيي فعن جد هدول الأجواء كلها جديدة علي أنه قلت لكم بداية الفيديو أنه عن جد حياتي أنه لما جيت على اليونان انقلبت 180 درجة بسبحان الله الإنسان بطبيعته يعني بيتعايش مع الظروف اللي ينحط فيها وبيتأقلم فورا يعني أنه قلت لكم أنه أنا ما بتخيل حالي عن جد أنه أنا هيك عب أطف وأنه أنا هيك عب بشتغل بسبحان الله من وقت اللي جيت على هذا البيت هيك حسيت حياتي بلشت شوي شوي تتغير يعني أنا لحالي أخدت البصل ورحت زرعته أنا لحالي جبت بزور البقدونس و بزور الفجل زرعته ما بعرف هيك حسيت أجواء جديدة وحلوة لتخلي واحد يعني يجرب ويمكن من الفراغي اللي عايشته يعني أنه أنا جد هون ما في حولي لا جيران ولا معارف ولا أصدقاء ولا حدا فبتلاقوني كأنه أنه صرت أنه سلي حالي أو عبي وقتي بهدول الأشياء بس إذا بقلكن يعني أنه هلأ يمكن أنه كتير مبسوطة فيهون ومستمتع يمكن بعدين لما أنه خلص حسة شغلة متعبة ومولة وواحد بيزهق منه ما بعرف بسعب لكم أنه لأني هاي الأجواء كلها جديدة علي فأنه عن جد مستمتع فيه متما شبتي يا صبايا هون المزارع اللي معاكم خلصت تقطيف ورق العناب وبعدين جيت لحتى هيك طبقون وهيك بيطبقوا ورق العناب صراحة إذا بقلكن أنا تقريبا من خمس سنين حتى صد سوي ورق العناب أو أنه سوي مونت اليبرأ يعني لما جيت عيش بتركيا من خمس سنين حتى بلشت اشتغل بالمونة وقال لأنا طول عمري ما بعرف هذول الأشياء ولا بسويهم كلهم بجيوا جاهزين سواء اندي يبرأ الزيتون والمكدوس والدبس الفلفلة يعني ما كنت سويهم أبدا أبدا لما جيت وبيدي عيش بتركيا واستقررت بتركيا بلشت اتعلم هذول الأشياء شوي شوي بس لما هون جيت على اليونان حسيت حالي كأني عايشة بسوريا كل شي بيشتغلوا على ايدون يمكن لأن الخضرة يعني هون متوفرة وسارة رخيص وكمان كتير كويسة شان هيك كل شي بيساووا على ايدون يعني أنا عب بحكي بشكل عام على الناس العرب المتواجدين هون يعني سواء اليبرأ المكدوس الدبس الفلفلة دبس البندورة الزيتون العطون فصرت انه شوف انه الناس كلها بتساوي فانه تشجعت ومثل ما قلت لكم انه واحد عن جد بداية الأمر بكون متحمس انه دول الأشياء جديدة علي أنا بعمري باني نسويتهم فصرت تساويهم ومشاء الله تبارك الرحمن يعني بتفرق معاك لما بتكون عائلتك صغيرة ولما مثلا الولاد بيكبروا هيك بتفرق معاك بتصيري بتحبي تساوي هدول الشغلات ومثل ما قلت لكم يا صبايا هذا اليبرأ يلي قطبته صراحة هلأ هون كتير كويس قالوا لي عادي يعني هو على الأغلب لأني نزلت مطر هيك اليبرأ عشان هيك قلت لكم هلأ هيك طبقتهم وراح ضبهم بكيس وحطهم بالتلاجة ما رح حطهم بالفليزة يعني ما رح ساويهم موني وما رح خاطر واني اطبخهم يبرأ لأ رح جربهم على يالنجي يا سلام هيك بعملوني يالنجي بطلع هيك بقعد باكلهم بالحديقة شوفوا لي هدول الشجرات الورد قدام المطبخ هلأ هون هذا المكان يلي قاعد فيه وهي الإطلالي كله بأف البيت عندي يعني عند باب المطبخ وإلا أنه أعدتنا الأساسية هي بطرف تاني مثل ما قلت لكم يا صبايا هلأ لسه مجاهزين يعني مثل ما قلت لكم هني أصلا عاملنا مزرعة ما فيه أنه مكان مجهز للأعدة فنحن رح نجهزها ان شاء الله بإذن الله وراح شارككم هيك الأعدات فأنا هلأ أكتر قاعدتي عا بتكون هون هون بأف البيت مثل ما قلت لكم قدام المطبخ وصراحة هيك أسهل يعني بطلع من المطبخ فورا على هاي الأعدة وحتى أنه كمان فيه قاعدة قدام باب الشقة كمان هديك الأعدة أنه مبلطة وهيك بس كمان فيما قبيلي هلأ جيرون جايين قاعدين إجازة فهيك صاير وجه بوجهون صراحة ما اكتر عا بحب أقعد هنيك فبقعد هلأ هون وهيك بيكون قطفنا معاكن أول مرة ورق العنب أو اليابرة أو الدوالة حسب شو بتسموه شو رأيكم يا صبايا أنتو أنا أفضل حياة الريف بي رأيكم ولا حياة المدينة أنه هيك فيها راحة نفسية أكتر وأنه هيك بتحسوها الحياة فيها أسهل وشو رأيكم بروتيننا تبع اليوم مثل ما قلت لكم الروتين اليوم كتير حلو بالنسبة إلي عن جد شو رأيكم يا صبايا أنه بتحبوا شارك معاكن هدول الأجواء سواء لما بطلع لبرة لما بقطف مثلا ورق العنب لما بطلع بقطف خضرة لما هيك بصير بشطف بسوي أعدات برة شو رأيكم بتحبوا شارككم هاي الأجواء الريفية ولا خلص خلينا على الروتينة يلي كنا عليه يلا يا صبايا إذا وصلتوا معي بالفيديو لهم بتمنى تكتبوا لي رأيكم وشو بتحبوا شارككم كمان أنه بتحبوا شارككم هيك حياتي باليونان حياة الريف الجديدة يلي عايشتها ومستمتعة فيها شو رأيكم يا صبايا وأخذنا الحديث عن اليونان وحياة الريف باليونان وحياتي أنا الريفية الجديدة وصلنا بآخر الطبخة ومحكيت لكم يا صبايا مثل ما قلت لكم أنا بدي أطبخ بطاطا بفروج فبغسل الفروج وبتبله وبجهزه قبل بوعت وحتى أني مجهزته هادا كله قبل ما قطل على برة فبعد ما خلصت تقطيف ورق العناب جيت أنه بس غسلت البطاطا وقشرتها وقطعتها معاكم مثل ما شرقتوا يا صبايا وبلشت تبلها عن جد هيك الألوان بتشهي حطيت لها مثل ما شرقتوا يا صبايا زيت زيتون ودبس فلافلين وكزبرة وفلفل أسود وملح وشو حطيت لها كمان بس هدول ما حطيت لها شي تاني والفروج تبلت لفروج ما بحط لاتوم حطيت له كزبرة حطيت له دبس فنادورا دي بس فلافلة زيت زيتون عصير لامونة فلفل أسود وشوية زنجبيل بودرة وبعد ما تبلت البطاطا وحطيتها بالصينية كمان كنت متبل الفروج حطيته فوقت وغلفتهم بالأصدير ودخلتهم على الفرن هدول صراحة أنا مسويتهم يعني انه الفروج متل ما قلت لكم متبلتم الظهر والبطاطا تبلتها بعد ما خلصت تقطيف ورق العناب وقبل ما طبقه فجيت هون دخلت على الفرن قلت بما انه جهز ورق العناب وهيك ضبه بكون استويت البطاطا طبعا هدول هون أنا خلصت ورق العناب بس انه عملت ورق العناب تقطيفه وترتيبه ورق بعضهم بالفيديو ومتل ما شرطي يا صوايا هون بلشت أعمال سلطة كمان اذا بقلكم عندي النعناع ما شاء الله تبارك الرحمن انه عن جد كتير صار كتير حتى هيك صار متل ما قلت لكم نشف وشوي قاسي فانه ان شاء الله بالفيديوهات الجاية كمان رح اعمل معاكم فيديو ريف جديد تنتظروني رح اطف معاكم النعناع وراح هيك اغسله ونشفه ان شاء الله هيك لحتى ضبه اني استعمله النعناع يابس لاني متل ما قلت لكم انه صار كمية كتير كبيرة وانا يعني صراحة كل يوم قديش بدي استهلك يعني مثلا بقطف هيك كم واحدة للسلطة او مثلا جنب الطبخة او شي بس انه ما عد اكلنا انه صارت الكمية كتير كبيرة فيلا يا صبايا انتظروني في فيديو ريفي جديد متل ما شبت يا صبايا حتى هون هذا الليمون كمان قطفته من الحديقة ما شاء الله تبارك الرحمن كمان شجرة الليمون بتلاقوها منقطف مثلا وبترجع بعد فترة بتلاقو فيها انه ليمونات صغار حتى هيك كل فترة عبتزهر ما بعرف كأني هاي اللي بقولوا عنا انه مو دائمة يعني هي فيه شجرات الليمون ما بعرف صراحة اسماء ومو قلت لكم اني ما عندي خبرة بها دول الاشياء فيه شجرات الليمون مثلا بتشيل مرة وحدة بالسنة فيه لا انه مثلا بعد ما يكبروا اول هيك مجموعة ترجع بتزهر مرة تانية وبتشيل يلا بسألكم عن اسماء وورجع بخبركم ياها بالفيديوهات الجاية متل ما شبت يا صبايا هلأ هون غدانا صار جهز هيك السلطة وجنبها شوي تمخلل وفليف لخضرة ويا سلام على البطاطا بفروج وياك متحمرة ومتأمرة وبنفس الوقت مستوية البطاطا هيك ومتنهنها والله شي بيشحي القلب والله لسه جاي على بالي انه اخذ هذا الاكل وبره اطلع هيك بره اشطوف وحط السفرة واقعد على الارض هيك قاعدة عربية بس صراحة الولاد ما كتير بيحبوها هدول الاجواء انه حتى بنتي لما بتشوفني انه طالع مثلا بيدي اطلع اشرب قهوة بره بتقلي يجوه بعمرك ما انك شايفة حديقة فقال لي عن جد انه والله كتير مبسوطة على هدول الاجواء فان شاء الله هيك شي يوم ما بتلقوني الا طبخة الطوخة وحطيت بره هيك شطفت حتى بدون كراسي بدون طولة هيك اشطف الارض واعمل قاعدة عربيا وحط الغداء وصور لكم ان شاء الله الاجواء ان شاء الله بإذن الله كتير حبي اعمل هدول الاجواء ما بعرف اذا الولاد رح يطوعوني ورح يرضوا يقعدوا يأكلوا على الارض يلا يا صبايا انتظروني بفيديوهات وروتينات جديدة عن حياتي الريفية بإذن الله ومتل ما شبت يا صبايا هلا هون هيك خلصنا الغداء وجلينا الجليات ويا السلام ما احلى الوردات بالمطبخ ما قلت لكم عن جده كتير منبسط فيهم واول ما يفتحوا بقطفهم وبدخلهم على المطبخ حتى هيك استمتع فيهم وانا عبشتغل بالمطبخ هلا هون هيك خلصنا المطبخ ويا سلام صار هيك نضيفه ما احلى وصار بدي بقى كاسة شاي بقى اليوم هيك مشتغلة بالحديقة فتعبانة فهيك يعني انه بدي كاسة شاي هيك بعد الغداء روئ فيها ولهون يا صبايا بيكون خلص الفيديو والروتين تبع اليوم بتمنى يا صبايا اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون تعطوني رأيكم فيه ان شاء الله يا رب هيك تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا عبتشوفوا الفيديو وبتمنى منكن يا صبايا اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وما كنتم مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي وهلا يا صبايا صار لازم ودعكم وقالكم ان شاء الله بشوفكم فيديوهات وراتينات جديدة على خير وهدات بال استودعكم الله لذي لا تضيعوا ودائعهم